بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد درسنا اليوم من الصف الرابع الدرس الثاني والعشرون لمادة التربية الإسلامية الإحسان إلى الناس حديث نبوي شريف أولا نبدأ بقراءة الحديث النبوي الشريف ثم نتعرف على رأو الحديث ثم نتعرف على معاني الحديث النبوي وشرح عام لهذا الحديث والقيم الموجودة في الحديث النبوي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام رأو الحديث النبوي لهذا الحديث والصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو خالد بن زيد الأنصاري ومن كتاب الوحي أي ممن كتبوا القرآن الكريم شهد غزوة بدر وما بعدها من الغزوات وقد أقام عند النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة منورة وقد توفي في القسطنطينية طبعاً الذي يسأل القسطنطينية أين هي حالياً مدينة إسطنبول في تركيا يا رابع طيب نيجي هلأ لشرح الحديث النبوي الشريف لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه لا يحل أي لا يجوز وهو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى لا يحل لمسلم أن يهجر ما معنى يهجر هنا أي أن يقاطع أخاه فوق ثلاث ليال يعني فوق ثلاث ليال يعني أكثر من ثلاثة أيام إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمسلم أن يقاطع أخاه أكثر من ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا يعني هؤلاء الأصدقاء أو الإخوة اللي تقاطع صار في بناتهم مقاطعة بيلتقوا فبيعرضوا عن بعض ولا يبدأ أحدهما بالسلام لكن إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بشيء مهم يقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام يعني الفضل يكون لمن يبادر أولا بالصلحي وبالإيش وبالسلام طيب نجي للمعنى لا أتعلم لا يحل أي لا يجوز يهجر يقاطع يعرض يصرف وجهه عنه هنا في صفحة 76 نشاط واحد بنحله وبعدين نتطرق لفهم معنى الحديث الشريف بشكل مفصل على ما تدل وفاة الصحابي خالد بن زيد الهراء والحديث يا رابع خالد بن زيد مجاهدا في القسطنطنية على ماذا يدل؟ يدل على انتشار الإسلام في ذلك الوقت وقوة المسلمين يعني أن الإسلام قد وصل إلى تلك المنطقة وهي منطقة القسطنطنية يدل على قوة المسلمين وانتشاره في هذه المنطقة طيب نيجي هل أفهم معنى الحديث الشريف؟ في البداية نحن نعرف أن الإسلام دعانا إلى المحبة إلى الترابط بين أفراد المجتمع فيجب أن تكون العلاقة بيننا علاقة قوية خلاف ذلك إذا كان في مقاطعة بيننا إذن في فرقة في إذاء في تفكك وتبقى العلاقة بيننا علاقة مفككة فإذا قاطع المسلم أخاه المسلم يكون الفضل لمن يبادر بالصلح أولا يعني هنا رسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يخبرنا أن الصلح أو الذي يبادر في الصلح يكون له الفضل يعني الأجر بمعنى آخر لذلك يحرم على المسلم أن يقاطع أخاه المسلم أكثر من ثلاث أيام طب لماذا حددت بثلاث أيام لأن هذه ثلاث أيام هي مدة تتيح للمتخاصمين أن يراجع كل منهما نفسه ويلومها على ما صدر منهما يعني أنا هذه الثلاث أيام مثلا إذا اتخاصمت أنا صديقتي ثلاث أيام كافية أني أنا أراجع نفسي وأشوف من الخطأ أنا أو هي أروح أعتذر طبعا لا يشترط يعني هذا لا يعني أنه أنا ثلاث أيام بعدين بروح بصالح أو بروح بعتذر لا إن كان أقل فهو أفضل لكن أكثرها ثلاثة أيام إذن يحرم على المسلم أن يقاطع أخاه المسلم أكثر من ثلاث أيام ليش؟ لأن هاي مد تتيح للمتخاصمين أن يراجع كل منهما نفسه ويلومها على ما صدر منها وهذا لا يعني وهو المهم يا رابع أن يهجر ثلاث أيام ثم يكلمه فالأصل أن المسلم يعفو عن الناس المسلم يقبل عذر من اعتذر يسامح من طلب المسامحة يحسن إليه يقول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس كاظمين الغيظ يعني اللي بيغضم غيظهم غضبهم واضح؟ فكلما في نتيجة هلا كلما عفى المسلم عن من أساء إليه رفع الله قدره وضاعف أجره يقول صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة واضح؟ إذن هذا ملخص يعني بسيط في الحديث النبوي الشريف واضح؟ طيب في عندنا أثار المقاطعة بين المسلمين يعني إذا المسلمين صار بناتهم مخاصة من مقاطعة شو الأثار السلبية؟ أول أثر وهم أثر هو غضب الله تعالى على من يقاطع أخاه المسلم وهذا شيء عظيم إن الله سبحانه وتعالى يغضب علينا هذا شيء مخيف إذن غضب الله تعالى على من يقاطع أخاه المسلم شيء ثاني العداوة البغضاء بين الناس يسير بين الناس في عداوة في بغضاء في كره أيضا هناك إذاء للآخرين إذاء للآخرين وهي الأثار مهمة يا رابع أثار المقاطعة بين المسلمين إذا المسلمين قاطعوا بعض وهجروا بعض وما تكلموا مع بعض ثلاث أثار غضب الله تعالى عداوة بغضاء بين الناس وإذاء الآخرين في صفحة 77 هنا في نشاط كثير جميل يا رابع يراتي نحله أنا أحله أنا وإياكم وإنتوا بتحلوا بتنقلوا الحل أختاروا من الشجرة التي أمامي الثمار التي تؤدي إلى المحبة بين الناس وأضعها في سلة الخير هيا شايفينها أحلى السلة وأضعوا الثمار الفاسدة في سلة المهملات وهذا في عنا قيم حسنة وفي عنا قيم سيئة لما أقولك كلمة طيبة رد السلام المقاطعة التسامح التكبر النميمة والإصلاح بين الناس مباشرة الكلمة الطيبة في سلة الخير رد السلام في سلة الخير التسامح في سلة الخير إصلاح بين الناس في سلة الخير ما تبقى مثل النميمة ومثل التكبر ومثل المقاطعة وين في سلة المهملات ننتقل إلى النشاط الختامي في صفحة 78 أحاول مجموعة في كيفية التصرف في المواقف الآتية الموقف الأول رأيت صديقيني لمتخاصمين ماذا أفعل؟ طبعا الأكيد أحاول الإصلاح بينهما الموقف الثاني لا يكلمني قريبي لأنني أخطأت في حقه ماذا أفعل في هذا الشيء؟ أعتذر منه وأصالحه الموقف الثالث اختلفت أنا وأخي في الرأي كل منهم له رأيه إذن أحترم رأيه وأصمت من الهدايات النبوية أبادر بالإصلاح بين المتخاصمين لا أهجر الآخرين بسبب مخالفتهمني في الرأي نشاط بيتي وهذا الأصل يكون لكم لكن نحن ساعدكم فيه يقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيمة نستخرج من هذه الآية الكريمة وهي من سورة النساء الرابع فضل الإصلاح بين المتخاصمين ما هو فضل الإصلاح؟ فسوف نؤتيه أجرا عظيمة أي ينال أجرا عظيمة عملين صالحين يقوم بهم المسلم من خلال هذه الآية أكيد أمر بصدقة يعني الصدقة أو الأمر بالمعروف أو إصلاح بين المتخاصمين ننتقل إلى أختبر معلوماتي في صفحة 79 والمطلوب منكم يا رابع جم كل سؤال نسطر ونحل بخط إمرتة السؤال الأول عندما يقاطع المسلم أخاه المسلم ينجم عن ذلك آثار سيئة أذكر اثنين منها والآثار حكيناها يا رابع أولا العداوة والبغضاء بين الناس يؤدي إلى التفكك والفرقة مطلوب بنا نكتب اثنين السؤال الثاني أصل بخط بين النص القرآني أو النبوي وما يدل عليه يعني أن نص قد يكون من القرآن أو من السنة ودلالة النص يعني نفهم إيش معنا نص قال الله تعالى بالكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة إذا اختصم دلالة النص إذا اختصم اثنان فإن الفضل يكون لمن يبدأ بالصلح أكيد هاي مع الثاني وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كلما عفى الإنسان عن من أساء إليه رفع الله قدره ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة المسلم يحسن إلى الآخرين ويسامحهم الآية القرآنية والقاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ننتقد للسؤال الثالث وصح الخطأ الوالد في كل مما يأتي السباب والشتم من أسباب المودة بين المسلمين أكيد مش من أسباب المودة يا رابع إذن هي من أسباب ماذا راح تكون التخاصم إذن المودة خطأ منضبطها ومنحط كلمات التخاصم باب إذا تخاصم مسلمان فخيرهما الذي يؤخر السلام لا الرسول أخبرنا فخيرهما ماذا الذي يبدأ بالسلام إذن يؤخر هي الكلمة الخاصية ومن صحيحة بسير إيش يبدأ طبعا السؤال الرابع هو الحديث النبوي مطلوب منكم يا رابع الله يرضى عنكم تحفظوا الحديث والمعاني وتحلوا الأسئلة وأنا بنتظر منكم الإجابات هذا كان درسنا لهذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته